أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة في شهر يناير 2021 كان هدفها تطوير حياة المواطن ووسائل نقل الأفراد وتعميق صناعة السيارات والصناعات المغافية مع تشجيع استخدام الجزء الطبيعي واللي هيوفر حوالي 50% من تكلفة الوقود التقليدي دجير توفير دخل أفضل لسائق السيارات الأجرة والميكروباس وتقديم مظهر حضاري للمرور وتقليل معدل التلوث والحفاظ على البيئة وخفض تكلفة استراد المنتجات البترولية السولار والبنزينة والمبادرة قدرت تثبت بالأرقام نجاح غير مسبوك وده بسبب ثلاث عوامل همة للتفاصيل تابعونا مصر حققت في خلال عام 2021 طفرة في استخدام الجزء الطبيعي كوقود للسيارات في إطار خطة الدولة للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالجاز بدلا من البنزين الأمر اللي من شأنه تحقيق عوائد اقتصادية وبئية هائلة وتظهر الأرقام الرسمية حقيقة الطفرة حيث حولت 66 ألف سيارة للعمل بالجاز الطبيعي خلال العام الماضي بنسبة زيادة 71% عن عام 2020 بهذا العدد يصبح إجمالي السيارات التي تم تحويلها منذ بدء الخطة يصل إلى 405 ألف سيارة بحسب الأرقام التي أعلنت عنها وزارة البترول ونشرها مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء مؤخرا فإن محطات الوقود بالجاز الطبيعي بلغ عددها 530 حتى نهاية عام 2021 فيما بدأ تشغيل أول محطة متنقلة للتموين بالجاز في مصر والشرق الأوسط وأيضا بلغ المتوسط الشهري لمبعات الغاز الطبيعي للسيارات عام 2021 نحو 72 مليون متر مكعب مقابل 52 مليون في عام 2020 أي بزيادة بلغت 38% كما شهد عام 2021 تسليم أول دفعة من السيارات العاملة بالجاز الطبيعي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأحلال السيارات للعمل بالجاز بدلا من الوقود السائل بيشير نائب رئيس هيئة البترول السابق مدحة يوسف في حديث لموقع سكاينيوز عربية إلى عدة عوامل أسهمت بشكل مباشر في تحقيق هذه الطفرة على صعيد تحويل السيارات للعمل بالجاز الطبيعي في مصر أولها الفارق السعري بين الجاز الطبيعي والبنزين الذي شجع الكثيرين على استخدامه وتحويل سياراتهم بما في ذلك السيارات الحديثة أما ثاني العوامل وفق يوسف هو مرتبط بالطفرة التي حدثت في إنشاء محطات التزود والتموين بالجاز الطبيعي مما شجع الكثيرين على تحويل سياراتهم لسيما مع تضاعف عداد المحطات الذي أدى بدوره إلى سهولة التموين وسهل الأمر على الجميع أوضح المسؤول السابق أن العامل الثالث مرتبط بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل السيارات للعمل بالجاز الطبيعي ومبادرة تخريد السيارات القديمة وتبدلها بسيارات حديثة تعمل بالجاز مما شجع التحول إلى الغاز من منطلق ثقة المواطنين بيعتقد يوسف أن التحدي الوحيد الذي يواجه التوسع في التحول إلى الغاز الطبيعي هو ثقة المواطن باعتبرها المحط الرئيسي لسيما في ظل الشائعات التي يرددها بعض غير المتخصصين بأن تحويل السيارات للغاز يضر بها اشتركوا في القناة